وانا بتكلم على الاهتمام بطولة كاس مصر وانك عندك فرصة انك تلعب الكاس السنية دي وتخلصه قبل تلاتين سبعة لان هي بطولة الكاس عبارة عن ايه الان هي ليلعب مثلا اول زوال جاي مع منتخب السويس دور الاتين وتلاتين عندك دور الستاشر فيه مطشط منه تلعبت وفيه مطشط هتتلعب يعني انت ممكن تراحل كاس الرابطة شوية بس تلعب الكاس يعني انا بلاحظ ان الناس عايزة تخلص كاس الرابطة قبل كاس مصر رغم ان كاس الرابطة مش مؤهلة لأي حاجة ما برضو من حاجات الغريبة في القرى المصرية لما تيجي تبص على الجدول بتاع الدوري وبتحط فيه مباراة كاس مصر وكاس الرابطة بحس ان كاس الرابطة محدود كأولوية عن كاس مصر رغم ان كاس الرابطة يعني مش مؤهل لحاجة اساسا بطولة شرفية بتتعمل المفروض الرابطة بتنظمة عشان تجيب عليها رعاة واعلانات وبقى فيها جواز مالية لكن كبطولة تاريخية او مؤهلة لبطولة افريقية ولا لها اي قيمة افريقية لكن كاس مصر بطولة كبيرة جدا بدليل حتى النادي الاهل لما بيعتذر بيعتذر عن كاس الرابطة لانه بيلعب كاس مصر لان كاس مصر لو انت مش موفق في الدوري بيبع عندك فرصة انك من كاس مصر تروح ليه بطولة افريقية السنة دي عندك فرصة هو انا بقول لك من دلوقتي المعادل اللي حدده الكاف يوم 36 لو انت طلبت يتأجل ل37 الكاف عيوافق ولعب الكاس وشوف مين بطل الكاس واهله مع تالت الدوري لكن تستسهل الامور كده وتبعت التالت والرابع في الدوري بقى انت كده بتدمر البطولة اللي عندك ولا لها اي لازمة ايه يعني خدت الكاس لكن في الاخر ما حطت الكاس في الدولاب وخلاص وشكرا لا رحت افريقيا ولا سفرت ولا عملت ملف رخص وبقى عندي رخصة انها محترفة ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها انا والله بقدم نصيحة لهو الاعلام على بعض الامور اللي ممكن المسؤول مش واخد باله منها وانا شايف اتحاده كورة بقى له خمس ست سنين مش واخد باله ان بطولة الكاس ولا لها قيمة فانا بنصح الناس بس خدوا بالكم من البطولات اللي عندكم انت ما اصبحت في الاتحاد دلوقتي ما عندكش غير الكاس وكاس السوبر وكاس السوبر التسعين دي او خلاص لكن كاس مصر بطولة تاريخية كبيرة جدا على فكرة فلازم تهتم بيها لازم تهتم بيها بقى الحاجة تانية كمان ودي نحن 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 نح في الاتحاد الدولي اكيد اتحاد الكورة عنده فكرة واكيد اتحاد الكورة عنده علم بالموضوع يعني احنا دلوقتي هنطلع ونطلع معنا على الشاشة مستند مهم جدا بالتعديلات اللي اقرها الفيفا في مارس الماضي وهي تعديلات متعلقة بالقيد وشؤون اللاعبين وتعديلات متعلقة بموعيد القيد والتي ام اس بالنسبة لفترات الموسم واحنا كلنا عارفين ان فيه فترتين قيد على مدار الموسم فيه القيد الصيفي اللي هو مقبلين عليه بعد ما نخلص الدوري والكاس مش الدوري بس الدوري والكاس وده مدته 12 اسبوع مدة القيد الفترة اللي جاية ما يزيتش عن 12 اسبوع والقيد الشتوي ما بيزيتش عن 4 اسابيع خدوا بالكم الناس ممكن ترتبط القيد الشتوي نوعه في يناير لا فيه دول تانية بتعمله في فبراير المهم ان انت فترة القيد الصيفي ما تزيتش عن 12 اسبوع اللي هو يعني فيما معناها 3 شهور وفترة القيد الشتوي مزيتش عن أربع أسابيع اللي هو شهر واحد بس تبدأ بقى من 1 يناير ل 30 يناير تعمله في شهر فبراير ده حسب كل نظام الاتحاد أهلي بيتعامل فيه مع الاتحاد الدولي الفيفا عمل تعديل لو معنا جماعة الخطاب التعديلات اللي أقراها الفيفا على فكرة إنهاء المسابقات الأول قبل ما تعمل فترات القيد قدامنا على الشاشة هو ده خطاب من الاتحاد الدولي الفيفا اتبعت لكل الاتحادات في مارس 20-23 بيقوله مواعيد القيد بتاعتك زي ما هي زي ما احنا متفقين عليها 12 أسبوع في الصيف وشهر أو أربع أسابيع في الشتة القيد الصيفي والقيد الشتوي وبيقوله مواعيد القيد بتبدأ من كذا لفترة كذا والموسم بتاعك المفروض بيبدأ من كذا لفترة كذا الورقة التانية بيكلم فيها على فكرة مواعيد القيد ما ينفعش تفتح باب القيد إلا لما تخلص الدوري والكاس تاني ما ينفعش تفتح باب القيد إلا لما تخلص الدوري والكاس اللي كان بيحصل قبل كده اتغير يا جماعة الناس في اتحاد القورة الكابتن حازم إمام أعضاء اتحاد القورة ما ينفعش تفتح القيد إلا بعد نهاية الدوري والكاس يعني انت دلوقتي مكبر على تحديد جدول موعيد مباراة الكاس مع مباراة الدوري عشان لما تخلص الدوري والكاس تفتح القيد لكن تخلص الدوري 15-7 تفتح القيد 16-7 ده غير قانوني وباطل يعني الاتحاد دولي أصلا مش هيوافق لك عليه ما انت لما تبعت الفيفا الفتح التيم اس وانت ما خلصتش المسابقات الفيفا يعترض فحط موعيد جدول الدوري والكاس عشان تفتح القيد من أول 8 لو خلصت 30-7 عشان كده بقولك اعب قاس مصر الفترة اللي جاية عشان تستغل ان باطل الكاس يلعب في بطولة افريقية مع تالت الدوري الموضوع بسيط وانا بتكلم فيه بصراحة للصالح العام بس لما باسمع تصريح من مسؤول المعلومة ممكن مش وصلاله او الادارة التنفيذية مش هرحتلوش التعديلات اللي جات لهم في مارس اللي فات دورنا اللي احنا نطلع نوضح للناس بس فكرة ان الكاس اصلا رحلو للسنة الجاية عشان لما نخلص الدوري نفتح باب القيد وبالتالي لغينا الكاس السنة دي ورحنا للسنة الجاية ده من الصح هترحلو السنة الجاية تحت بند مسم ايه؟ مسم 22-23-23 ولا مسم 23-24؟ هتلعب اتنين كاس في مسم واحد تحت مسمة 23-24؟ ما ينفعش فكرة كاس مصر 22-23 لازم تخلص مع الدوري ما تترحلش للسنة الجاية جواب الفيفا واضح انا مش جايب حاجة من عندي عشان برضو حدش طلع يقول خبراء انا مش خبير الوايح الفيفا عمل خدمة ممتازة خدمة 5 ستارز خمس نجوم ادخلوا على الويبساي بتاع الفيفا هتلاقي كل التعديلات اللي انا جايبها لكو دي موجودة على موقع الفيفا يعني انا مش جايب حاجة من عندي ولا انا مثلا بألف ولا جايب انفراض من مصدر مسؤول في الفيفا او من مصدر مسؤول في اتحاد الكور اي حد يفتح موقع الفيفا يلاقي التعديلات دي واللوايح المعدلة دي نزل على موقع الفيفا فالدور والكاس يخلص افتح القيد الدور والكاس يخلص ابعت اول وثاني الدوري ومعندكش مشكلة في الاول ما هو الاول بطل افريقيا كده كده وشوف بطل كاس مصري مين وثالث الدورة هيبقى مين بس احنا بنقدم النصيحة وهدفنا المصلحة العامة للقرى المصرية عموما قرار قراركم وهنشوف ايه القرارات اللي تتخذ في الفترة اللي جاية نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع اخر اخبار ترند وعندنا كلام مهم جدا النهاردة في ترند الاه